اللقطات بقى الأهم اللقطات التحكمية في مباراة اليوم اللي بيتابعني وكان معايا مبارح كابتن محمد فاروق النائب رئيس لاجة الحكام بالمصرية أنا من الناس اللي بتاخد دايما صف الحكام وبتاخد دايما صف إدارة التحكيم في مصر وبقول دايما ان هم الحلقة القضعف اللي الناس كلها بتجي عليهم دايما عشان ملهمش جميل وقعوا كلام من دي ودايما بتسمعوا الكلام ده من دي النهاردة اللي بيدي للمباراة هو كابتن أمين عمر في أرض المنى وفي الفار كان موجود الكابتن محمد عادل اتنين حكام مصريين كبار دوليين هما اللي بيديروا هذه المباراة لماذا كل هذا الكام من الأخطاء والحالات الجدلية ليه ليه أنا ما بفهمش أنا ما بيعرفش ليه أسألوك حاجة في حاجتين مهمين لقى مين عمر متعمد النهاردة أنه يغلط ولا الكابتن محمد عادل في بعض اللقطات ما تدخلش عشان هو يتعمد أنه يغلط اتنين حكام محترمين جدا ومجتهدين جدا وخد المفاجأة خد المفاجأة دي وربما تسمعها لأول مرة الكابتن أمين عمر ومعه الكابتن محمد معروف اتنين حكام مصريين حكام ساحة هم المرشحين من مصر لإدارة كأس العالم القادم إدارة مباراة في كأس العالم القادم أمين عمر اللي كان بيلعب النهاردة ده وكل بينتقدوا وإذا مالك بعت إن هو مش عايزه يحكم له تاني وبعت شكوى فيه ده راجل مرشح كبير لإدارة مباريات كأس العالم ليه؟ طيب حكاية بتاعة الفار وحكاية لمسة اليد وحكاية الكرة بتاعة حتم سكر داخل برجله والهدف هدف ولا مش هدف بتاع المقاولين تفاصيل كثيرة 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 النهاردة في هذه المباراة وللأسف كان فيه قرارات مؤثرة على نتيجة المباراة أنا ما بعلقش دايما على قرارات تحكمية وبعد شوية بمعانا الكابتن جهاد جريشا يعلق على الحالات التحكمية بس أنا من عدتي ما بعلقش أنا بس صعبان علي إنه إحنا في الإسبوع الثاني ولسه بنقول يا هادي وبسم الله الرحمن الرحيم يبقى في حالات جدلية بالشكل ده لأه لسه مبارح فرحان وأنا قاعد مع الكابتن محمد فاروق وهو بيقول لي إحنا الإسبوع الأول كان تأدير جيد جدا وجايبين درجة مش عارف عاملة إزاي وقاعد يحكي لي الحكام تقييمه كان عامل إزاي وأقال لحكم كان تقييمه تمانية واثنين من عشرة وأقال لحكم مش عارف كان تسع حاجة تفرح قلنا بسم الله الرحمن الرحيم والليلة حلوة ليه بقى ليه شوية تركيز شوية تركيز الله يكرمكم عشان مش مستحملة مش مستحملة ليه مش عامل أقول إن شاء الله نبدأ الموسم ده على نظيف بقى والدنيا تبقى هادية حكامنا كويسين ولعبتنا مهزبين ومدربيننا أكفاء وإداراتنا هادية والحياة حلوة ليه بنبوزها عندون عمد بص أنا بأكد لك مليون في المية مفيش خطأ النهاردة ولا خطأ في مباراة قبل كده الحكم بيبقى قاصد إنه يخطئ ليه بالمنطق ده واحد مرشح كبير جدا جدا إنه يبقى في كاس العالم اللي جاي هل هيبقى عايز يغلط عشان تتحط إنه هو راجل لابا يغلط مستوى قل ويا 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 فما يروحش كاس العالم أكيد لأ أكيد لأ أكيد ما كتش عايز يغلط النهارد دي النقطة وعبالما يجينا الكابتن جهاد جريش برضو يعلق على الحالات التحكمية الكابتن عبدالرحة السيد مدير الكورة بنادي الزمالك قال إن إحنا قررنا التقدم بشكوى رسمية ضد أمين عمر حكم مواجهة المكولون العرب وقال إن الحكم تحامل على الزمالك في كوراته كان أحد أسباب التعادل ضد المكولون العرب بص بالمناسبة أنا عنديش مانع من شكوى نادي الزمالك بس أتمنى شكوى نادي الزمالك ما يطلبش فيها إنه أمين عمر ما يحكم ليش فيش كده إذا كم ده على الزمالك وعلى أهلي وعلى إسمائل وعلى مصر فيش حد يقول أصل الحاجة ده ما يحكم ليش بعد كده هو لو أخطأ ولجنة الحكام شافته إنه أخطأ عشان أقولك دلوقتي لجنة الحكام شافت إيه لجنة الحكام شافته إنه أخطأ تحسبه بالحساب بتاعه بعقوباته بس ميش حاجة ما يحكم ليش بعد كده ده الكل الأندية مش كل واحد بقى هيخطأ نفس القص لأ أنا عايز الحكام ده لأ الحكام ده ما بحبوش عشان أعمل ما يمشح فيه لأ هاتل الحكام ده لأ ما فيش حد بيختار حكام في العالم كله إنت بس يتشوفه تعاقب تعاقب ده بقى لجنة الحكام هي اللي تعاقبوا بطريقتها بحسب لوائحها